ماجد هو أحد العاملين في بلدية ناصرية والذي لم يحصل على قطعة أرض سكنية له على الرغم من الخدمة الطويلة فيها الإجراءات كانت تقف عائقاً أمامه وأمام المئات من أقرانه اليوم بقرار استثنائي من الحكومة المركزية تحقق حلمه بعد شموله بالتوزيع إجت كلها بس وعود يأخذ صور ويكبر وراح نشرها بالإذاعات والقنوات وما حصلنا شيء من عندهم ونسأل المحافظة يعني نحن صحيحة حصلنا قاع بس من نبنيه ذيقار تعتبر الأولى على المحافظات في البلاد وهي تشمل الفئات المتضررة من العمال والأجور المتعاقدين حيث يقدر أعدادهم بالآلاف من خلال خطة عدة لهذا الغرض وفيما يرى المراقبون إن على الحكومة أن تعي حاجة هذه الفئة وأن تقدم لهم المبادرات السكنية ليحصلوا على سكن يريق بهم الخطوة توزيع قطع الأراضي للشريحة يمكن قول عنها معدمة وتحت الفقور يعني تعاني ما تعاني منها الشريحة الكادحين حتى قضية الأجراء والعقود هي خطوة جيدة وبالتالي يفترض أن تكون منذ فترة وأقل شيء يفترض يقدم لهم يفترض هذه الخطوة توزيعهم وشمولهم بقطع الأراضي أن تتلحى خطوات أخرى كي يكون تسهيلات مصرفية لغرض البناء قروض مالية وأيضا شمول نظراهم من العاملين من الكادحين من العمال بوجبات أخرى وينتظر آلاف المواطنين في محافظة ذيقار استحقاقاتهم من قطع الأراضي السكنية بعد انتظار دام لعشرات السنوات لقناة التغيير الفضائية سلامة سرهيد ذيقار السلام عليكم اشتركوا في القناة